إلغاء الإعفاءات على وحدات الإنارة الموفرة وألواح الطاقة الشمسية في تعديلات قانون الطاقة المتجدد النافذ منذ أكثر من 45 يوما خلق حالة من الإلباق من التجار والمسوردين إذ ما زالوا ينتظرون توجهات الحكومة بشأن الإعفاءات في ظل وعود بتمديدها لم يكن التجار وحدهم المتدررين من إعادة فرض الضرائب على وحدات الإنارة الموفرة وألواح الطاقة الشمسية بموجب تعديلات طرعت على قانون الطاقة المتجددة وتشهيد الطاقة منذ حزيران إذ وصل الأثر إلى أسعار بأهالي المستهلكين أصبح قطعنا كمستوديزي بجال الإنارة بعد قرارات الإكفاء عندما نعوها في تاريخ واحد سبتة يتحمل عبا مادي كبير حيث أن البضايع كانت سابقا تدفع مبلغ على الميت الزنار ثلاث تلاف فمسقينة ثلاث تلاف سليني دينار الآن قاعدت تدفع تسع وعشرين ألف دينار بعد هذا القوى هذا الشيء راح ينعكس سلما على المواطن وعلينا كتب جاء ويتحمل أعباء كثيرة وغير عن ذلك موضوع التأخير بالقرارات والأنظم اللي أصدرواها راح يحملنا أعباء بالأرضيات دافن المينة وبأرضيات دافن الصين ما راح تنشحن بضاعة إذا ترزقه ألغن القبضات الضرارات الأخيرة كانت كثير مضرة فينا يعني مثلا زي هاي اللمبة زمان كنا نبيحها للمواطن بثلاث هسا فعليا تتصفي عليه أربع أربعة ونوص فهذا كل الإشي بيأثر على المواطن وبيأثر على اللي هي أسعار اللمبات وبيزيد من تكليف الأشياء إلغاء العفاءات التي منحت لمحال بيع وحدات النار الموفرة وألواح الطاقة الشمسية تون إيجاد بديل أو إعطاء مهلة للتجار خلق حالة من الإرباك ودفع مستوردين إلى وقف عمليات للسيراد إلى حين اتضاح توجهات الحكومة من عكسه على توفر البضايا في الأسواق مثل هذا الوضع يؤثر كثيرا ويؤثر على الاقتصاد الأردني لأن بعض التجاري أنا كمستورد ليزر فايف أستورد في السنة تقريبا 20 كنتينر الآن أنا وقف التصنيع في الصين وذلك لأسباب تتعلق بالمواصفات المقيس الأردنية تتعلق بوزارة الطاقة حتى أكون على دراية وعلم بما هو مطلوب مني في القرارات الأخيرة المواطن هو من سيتحمل رفع الأسعار بالإضافة إلى ضعف الأسواق أصلا ورفة تجارة الأردن أكدت أن الحكومة وعدت بتمديد العمل بنظام الإعفاءات الخاصة بالطاقة المتجددة لكن مع أكثر من 45 يوما والتجار ينتظرون وقطاع الكهربائيات والإلكترونيات أصبح مشلولا بحسبهم أصبح التاجر في خيرة من أمره وأصبح قطاعنا قطاع مشلول جدا من هذا القرار قابلنا معالي وزير الطاقة والثربة المتجددة وعدا أن يكون هناك حل بتمديد العمل بالقانون القديم لمدة ثلاث شهور كان اللقامة في 13-6 من الشهر الماضي ولكن للأسف لغاية الآن لم يصدر أي قرار يجيز تمديد العمل بالقانون القديم طلب متزايد على لوحات الطاقة الشمسية ووحدات الإنارة الموفرة للكهرباء ربما يسرع إصدار قرار ينصف الترجار والمستهلكين ترجمة نانسي قنقر